كما أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم طلب السوق العالمي على منتجات الرمال السوداء كبير جدا وأوضح رئيس السيسي أن تكلفة مشروع الرمال السوداء تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إن دراسات الجدوى أنا بقول لك الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح أو دي واحد نمرة اتنين طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا يلبي أي منتج أنت حتطلعه يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا ده موضوع تاني خالص يعني فيه خمات ما لهاش قيمة مضافة أبدا هي حتتبع خمات كده وفيه خمات طلعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر قد يكون حيتكلف كتير عشان يطلع وخبرات كبيرة برضو كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا الدكتور حامل تفضل وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت البيانات والوهلوات الدكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الأمر شكرا